نحن بالنسبة لعملية التعيينات لم تطلق منذ تقريبا منذ 2016 لحد الآن لم يكن هناك تعيينات في حالة اطلاق التعيينات نحن وجدنا لجنة مركزية بعيدا عن التحزي وبعيدا عن جميع التدخلات الأخرى وأيضا المساومة على بيع الدرجات كما حدث في السنوات السابقة التي ليست كانت في عهدي هناك لجنة مركزية وأيضا ستكون شفافة في حالة وهذه طبعا بعيدة الاحتمال أن تكون هنا هذه الموازنة فيها تعيينات لدرجات الحذب والاستحداث وأنما ستكون فقط عملية تشغيلية وبعض استكمال المشاريع القديمة فقط نحن نتجه إلى تجاه آخر توفير فرص عمل آخر بالتعاون مع القطاع الخاص وأيضا فتح فرص استثمارية نعمل على إجراءها خلال فترة القادمة في محافظة دوانية ترجمة نانسي قنقر